اشتركوا في القناة يلا ايه حنين مش سامعني وانا بنادي عليكي ماما معلش يا ماما اصلي كنت مركزة اوي في المذاكرة طيب يلا الساعة بقى التمانية هننزل المطبخ نحضر العاشة مع بعض ونتعشة عشان تناموا هو يعني يا ماما ما ينفعش نغير الموعيد دي يعني بنتعنشة الساعة تمانية والنام الساعة تسعة ونسحر نروح المدرسة ما ينفعش ناخد فاصل نص ساعة نعمل فيها اي حاجة يعني ايه اي حاجة مفيش حاجة في الدنيا اسمها اي حاجة في حاجة اسمها وقت مهم شغل مفيد بنعمله يعني ما ينفعش نلعب جيم يا ماما جيم والجيم دي هيفيدنا بايه في الحياة يعني يا ماما حاجات بتسلينا في وسائل كتير للترفيه والتسليه هافضل من الحاجات اللي ملهاش اي لازمة وبتبوز عقلنا يلا انزلي على المطبخ وانا هندي المعاز معاز نعم يا ماما ايه يا معاز مش ثماني وانا بنادي عليك الساعة بقى الثمانية معاد العاشة معلش يا ماما اصلي كنت بذاكر وبسمع فيديو للشرح والصوت كان عالي طيب يلا سيب الكتاب ده وانزل على المطبخ هنحضر العاشة طيب يا ماما انا مش جعن دلوقت ممكن ابقى اكل كمان شوي معاز انت عايزت بقوز النظام ولا ايه الساعة تمانية ده معاد العاشة ماينفعش يتغير انت فاهم ويلا بقى هنأكل عشان ننام الساعة تسعة يا ماما الساعة تسعة بدري قوي يعني ممكن انت سيبينها نص ساعة او ساعة نلعب جيمب نتفرج على التلفزيون لا بقى انت متفق علي انت وقتك لا يعني لا الساعة تمانية العاشة والساعة تسعة النوم ويلا تفضل على المطبخ يو ايه الحياة المملة دي معاز طلع البيض من التلاجة واخسروا انت اللي هتسوي يعنيين طلع المربة واتجابنا اصحابي الحلوين عاملين ايه يارب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا نزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك واكتبولي كومنت حلو قلولي رأيكم في الفيديو يلا حالا نعملوا لايك بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا هو يا ماما لازم كل يوم بيض طب ما بلاش النهاردة ايه يا ماما بلاش النهاردة حضرتك بتخلينا ناكله بالعافية انتوا عايزين تبوزوا النظام الغذاء اللي عامله لكم لا البيض ده مفيد لازم تاكلوه كل يوم عشان جزموكم يتبني يعني هو مش هيتبني لرب البيض طيب باش معنى انا اللي عامل البيض خليني انا اللي طلع المربة واتجبنا وحانين هي لتعمل البيض وبعدين البطبخ ده شغل البنات مش شغلي انا مفيش حاجة اسمها بنات وولاد كلكم زي بعض لازم تعملوا حاجات مفيدة وتتعلموا اي حاجة كويزة في الدنيا واول حاجة لازم تتعلموها ان مفيش اعتراض على قرارات ماما نعترض هو فيه حد بيعرف يفتح بقه حاضر يا ماما هعمل البيض ايه ده مين اللي جاي ساعة تمانية في الوقت المتأخر ده تمانية مش متأخر ولا حاجة قم افتح البيب حضرتك اللي قلتي مش متأخر اه يا ماما بتعشينا الساعة تمانية واتنيمينا الساعة تسعة عشان تمانية ده متأخر بالنسبة للاطفال يلا يا معاز افتح البيب هتلاقي الديليفوري اللي جاي بالأوردر أوردر ياد المصيبة أوردر تاني يعني كتب تاني أوردر يبقى كتب تاني ياد المصيبة اتفضل الأوردر ايه ده كل دي كتب ايوه اتفضل متشكر سلام عليكم كويس ان الأوردر وصل بسرعة ايه دي برضو كتب يا ماما طبعا كتب طيب والمرة دي كتب ايه دي كتب في علوم الأحياء والكامية الأحياء والكامية ايه بس يا ماما ده احنا لسه صغيرين إيه اللي وصلنا للأحياء والكامية لازم تذكروا من دلوقتي عشان اما تدخلوا سنوي تبقى سهلة واما تدخلوا كلية الطب المعلومات اللي عندكم هتساعدكم جدا وتبقى الدراسة سهلة يا ماما احنا فين وكلية الطب فين احنا عايزين نعيش سننا يعني بعد ما نخلص مذاكرة نلعب شوية نتفرج على كرتون شوية ألعاب ألعاب إيه اللي انتوا بتتكلموا عليها مش أنا بأسيبكم ربع ساعة تعملوا تمرينات رياضية هو ده اللعبة بالنسبالك هو أنت يا ماما ما كنتش طفلة ولا إيه على العموم ما تزعلوش مش هخليكم تناموا باتري هديكم نص ساعة تفتحوا الكتب دي وتستكشفوا إيه اللي فيها وكل واحد دي قولي ايه أكتر كتاب عجبه وهيبتدي يقرأه ايه ده هو احنا لسه هنقرأ دلوقتي لا يا ماما احنا تعبنا من المذاكرة احنا هنطلع ننام بقى عندنا مدرسة الصبح ايوة يا ماما اتفضلي حضرتك شيلي الكتب دي دلوقتي وان شاء الله بكرا نبقى نبص فيها احنا هنطلع ننام طيب كل واحد يخلص البيض بتاعه لأول يا ماما بقى مكفى يا بيض ده احنا خلاص قررنا اطلع لنا ريش ريش بس ده احنا مكافي زي الفرخة بلاش دلع يلا عشان تاكلوا الأكل المفيد يلا تصبحوا على خير يا أولاد وحضرتك من أهل الخير يا ماما وحضرتك من أهل الخير يا ماما معاد ايه رأيك نلعب شوية نص ساعة يعني انت بتهذري ما انت عارفة ان ماما بتقفل النت قبل ما تنام ما احنا هنفتحه ومش هتاخد بالها يا سلام فردي بقى جالها رسائل على الموبايل وصحيت وشافت النت الشرقية اللي هتعمل فينا ايه يوه ده ايه الحياة المملة دي انا بتهيق لي مفيش حد من أصحابنا زينا كده ولا أصحابنا ولا جراننا ده احنا المفروض يعملوا علينا فيديوهات اغرب الكائنات يعيشونا حياة بدائية فعلا يا معايد اتجعنا نعيش في الغابة زي الانسان القديم وكمان تسيبشوا عليها في المستشفى وتعالج الناس هناك بالأعشاب الطبيعية ايه المشكلة ان ماما ما عندهاش حاجة اسمها هزار ولا دحك كل حاجة عندها جد 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 ايه ده الاولاد لسه صحين ويتكلموا مع بعض ازاي مش انا قلت كل واحد ينام ماما يا ماما عنين انت بتعملي ايه هنا اصل يا اصل يا ماما اصلها يا ماما كانت عايزة تشرب ونسيت تاخد الميا بتاعتها وكانت خايفة تنزل تحت تخافي من ايه علميا مفيش حاجة اسمها خوف احنا اللي بنخوف نفسنا يلا انزل لوحدك هاتي الميا ايه وعندك حق يا ماما مفيش حاجة اسمها خوف انا هنزل اجيب ميا تصبح على خير يا معايد وانت من اهل الخير يوه منابه ايه اللي بيرن دلوقتي هقام مقفله انام شوية انام انام ايه انا نسيت دي لو ماما عرفت ان انا قفلت ونمت هتنيمني النهاردة في الجنينة صباح الخير يا ولاد صباح الخير يا ماما صباح الخير يا ماما يلا يا معاذ يعني انت لها تحضر الفطار النهاردة وانت يا معاذ اللي هتنظف المطبخ وهتغسل الاطباق قبل ما تلبس لبس المدرسة طيب يا ماما ما تخليني انا اللي حضر الفطار وحنين هيالي تخسر الاطباق وتنظف المطبخ ده نظام واحنا ماشيين عليه انت يوم وهيا يوم لازم تتعلمه عشان تبقوا متحملين مسئولية ما تكبر هي ماما ليه مش زي اي ام تسعى من النوم تصحي ولادها تحضر لهم الفطار وتعمل لهم كل حاجة هي يعني عشان دكتورة تعمل فينا كده؟ ماما طيب ماما ما تجيبي واحدة تساعدنا في البيت وتعمل بدالك كل حاجة بما انك مش بتبقى فاضية لا انا بخلص شغلي في المستشفى وبيبقى عندي وقت كتير فاضي انا بعمل كده عشان تتعلموا حاجات كتير وكل وقتنا لازم نعمل حاجات مفيدة هو ايه بقى المفيد في غسل الاطباق؟ يلا على المطبخ مش عايزة اي حد يناقشني برضو يا ماما مش هتوصلنا معك في العربية يا ماما ما احنا سحبنا بيروحوا بيجوا مع باباهم ومامتهم في العربية عادي وزي نجارتنا بتروح بالعجلة ومصطفى كمان يا ماما بيروح بالعجلة اولا المدرسة مش بعيدة افو وسانيا الماشي الصبح بيبقى جميل رياضة كل حاجة ليكي مبررات مبررات انا زهيد؟ بتقولوا حاجة؟ لا يا دكتورة صحر مش منقول حاجة طب يلا تفضلوا على المدرسة صباح الخير يا حنين صباح الخير يا معيز هو انتو برضو هتروحوا المدرسة ماشي ايوه عشان الماشي الرياضة ايه رأيك بقى تسيب العجلة دي وتجي تتماشي معنا مصطفى جاي هناك اهو هو كمان راكب العجلة صباح الخير يا شباب مالكم دربين بوز كده على السبب ابدا يا زيدي ماما برضو مش موافقة ان احنا نروح المدرسة بالعجلة بتقول لنا الماشي الرياضة طيب ما هي عندها حق الماشي الرياضة يا سلام طب ما تنزل من على العجلة بقى وتروح المدرسة ماشي لا اصلا انا مش بحب الرياضة بقولك ايه يلا تعال اركب انت وراي على العجلة وحنين تركب ورازينة فكرة حلوة يلا يا حنين تعال يلا اركب يا معيز ايه فكرة حلوة بس احنا كده مش هنبقى بنجزب على ماما ولا كسب ولا حاجة هو فيه ام بتعمل كده طيب انت ساحر اوفر قوي يلا بقى اركبه عشان هنتأخر ايه يا صاحبي امبارح بنلعب الجيب تقفل فجأة وما تردش على الرسايل بتاعتي هو انا يعني كنت عايز اقفل ماما كانت بتنادي علي ولو كانت شافتني وانا بلعب مش عايز اقول لك كم ممكن يحصل ايه كارسة ليه كده يا صاحبي ما كلنا بنلعب شمعنا انت بقى يا معاز ايوة فعلا كلنا بنلعب عادي ماما بقى ما عندهاش الكلام ده عندها كل حاجة لازم تكون مفيدة ولها قيمة الوقت اللي احنا بنضيعه في الجيب ده غلط طانت صحر مسقفة قوي بس مش للدرجة دي ده كده تبقى خنقة احنا لا بنلعب جيب ولا بنخرج من البيت لا يا معاز بنخرج ما تزلمش ماما بتودينا نص ساعة في الأسبوع عند البحر عشان نستنشق الهواء النظيف بتتحكوا ما انتو مش حاسين باللي احنا فيه يا ابني دي حتى مش عايزاهم يجوا المدرسة بالعجل عايزاهم يجوا ماشي عشان الماشي الرياضة وانتو عادي كده موافقين انا هقول لكم فكرة مش انتو زينة ومصطفى جران انتو ممكن تشيلوا العجل بتاعكم من بالليل عندهم وتبقوا تركابوا الصبح العجل من غير ماما ما تشوفكم طيب تسدهوا عجبتني الفكرة خلاص احنا هنعمل كده بس لو ماما شافتنا هتعاقبنا وهي هتشوفكم ازاي ما هي بتروح الشغل قابلكم مش كده ايوه مش هتشوفنا اشكروني بقى عشان انا العقل المدبر شكرا جدا يا استاذ عقل ابنك لازم يبعد عن الاكل اللي من بره واكله لازم يكون صحي ويريد تأكليه بيت كتير في الفتر وفي العشا عندك حق يا دكتورة انا هنفذ كل كلامك هأكله اكل صحي واهم حاجة تبعديه عن النت والجمز والكلام الفاضي ده وتخليه يشغل وقته دايما بالقراية والرياضة والحاجات المفيدة يعني امنعه من اللعب خالص طب ما كده الولد مش هيسمع الكلام ومش هيذاكر ده بيلعب جيم شوية وبعد كده بيذاكر بالعكس بقى الحاجات دي غلط جدا عليهم انت ازاي بتسكتي مفيش حاجة اسمها يلعب وبعدين يذاكر في حاجة اسمها مذاكرة اراية كتب مفيدة يساعدك في تنظيفي البيت يحضروا بدلك الاكل وكمان في الاجازة لازم توديه يشتغل في اي مكان لازم يعمل خدمة للمجتمع عندك حق يا دكتورة انا فعلا هعمل كده ده انا كده هوفر فلوس النيت كتير وكمان اما تيجي الاجازة ويروح يشتغل هيجيب فلوس انما قعدته دي ملهاش لازمة طيب اكتبيلي بقى على العلاج عشان اروح اصرفه من الصيدلية ايه رأيكم تيجوا تلعبه معايا اواجه لعب معاكم وانا كمان هقول لماما واجهه عض معاكم ايه يا سلام بالسهولة دي مامتكم هتوافق ايوة عادي ماما ما عندهاش مشكلة ولا انا كمان هقول لها اني هلعب معاكم مش هتقول حاجة احما بها ماما هترفض هتقول لنا بتضيئة وقتكم مع اصحابكم وبتتكلموا كلام مش مفيد خالص خلاص نتكلم في كلام مفيد كيفية حركة الكواكب ودوران الارض حوالين الشمس ايوة ونتكلم في مشكلة كبيرة جدا يا ترى الارض كروية ولا مسطحة ماما دكتورة وعايزانا نطلع دكاترة زيها وعايزانا ما نعملش اي حاجة في حياتنا غير في الكيميا والاحياء كيميا خلاص نعمل تجربة زوابان الملح في الماء او نعمل عصير وندوب في السكر كنا بنعمل تجربة زوابان السكر في العصير طيب كيفية كده بقى عشان لو ماما جات ولاقيتنا وقفين معاكم هتقول علينا بنضيع وقت سلام نشوفكم بكرة في المدرسة غلط جدا اللي تنت صحر بتعمله ده الحمد لله ان ماما مش بتعمل زيها يلا يا معاذ نغير لبسنا ونكنس وننظف عشان ماما هتدخل من بره تقول ايه التراب ده مع ايه لسا ننظفين مبارح يا بنتي بقى هتتأخر شوية تعالي نلعب جيم بقى عبلا ما هي تيجي ايوة صحيح دقالت ان هي هتتأخر شوية طيب وإيه رايك نطلب احنا الاتنين بيتزا من بره وانا كلها قبل ماما ما ترجع بس ممكن الدليفرا يتأخر وتكون ماما رجعت من الشغل هنستلمها منه ازاي هنتصرف هنتصرف ايه ده البيت مش نضيف وفيه تراب معقولي معاذ وحنين ما سمعوش كلامي ونظفوا البيت اول ما رجعوا من المدرسة معاذ حنين ايه خبرة بيضي ماما هي رجعت بدري كده ليه مش عارفة هنعمل ايه في الدليفر بقولك ايه انا هنزل اتكلم معاه وقولها ان انت في الحمام وانت بقى نزل استبت من البلكونة خد البيت ماشي نعم يا ماما انتو ازاي ما كنستوش البيت ونضفتوه اصلاحنا كنا رجعين من المدرسة مرهقين يا ماما قلنا نرتاح شوية وبعد كده نبقى نضفه لحد ما حدرتك تيجي ونعمل الغداء مع بعض وفين معاذ في الحمام يا ماما طيب يلا على المطبخ انا هطلع غير لفتي وانزل عشان نحضر الغداء ايه اصلاحنا مش جعانين دلوقتي اكلنا كل السندوشات بتاعتنا في المدرسة طيب ما انتو كل يوم بتاكلها وبترجع وجعانين ايه اللي تغير يعني يلا طلعي نادي المعاز خلينا نحضر الاكل عانين البيتزا سخنة وجميلة ورحتها حلوة يلا ناكل ناكلها زي بس ده ماما مصرر ان احنا ننزل نتغداء هاي احنا نسيبها في القوضة هنا وما ناكلش كتير ونطلع ناكلها ماشي بقولك ايه افتح القلبة ام ااخد قطعة دلوقتي ده رحتها حلوة قوي وهتلاقيها سايحة وجميلة هاي ايوة وانا كمان اخد لي قطعة واو رائعة جدا حد يسيب البيتزا الحلوة دي ويأكل فراخ في الشربة واو سخنة قوي ايه الريحة دي دي ريحة اكل يا ترى الريحة دي جاية منين انا لسه حتى ما سخنتش الاكل في المطبخ وحتى الفراخ والشربة ريحتها مش كده معاز حنين انت بتعمله ايه ماما ماما ممكن تقولولي ايه اللي انا شايفة دلوقتي ده دي بيتزا يا ماما دي جميلة قوي تفضلي كل معانا ايوة يا ماما تاخدي دي حلوة قوي ازاي البيتزا دي دخلت هانا دي كانت مسابقة يا ماما وكنا مشتركين فيها وكسبنا يا ماما واخدوا العنوان وبعتولنا البيتزا على البيت ايوة يا ماما انتو كدبين انتو اشتريتوا البيتزا دي من مصرفكم صح؟ بصراحة ايه يا ماما طعمها حلوة قوي احنا مش بنشتريها قولة طيما بنعملها في البيت عشان بيتزة البيت احلى بكتير وانضر اتفضلوا سيبوا البيتزا دي انا هرميها انزلوا على المطبخ عقابكم بقى ان مفيش مصرف بكرة انا مش عارفة بيحبوا البيتزا اللي جاية من بره على ايه اما دقها كده اللي انا بعملها احسن برضو هو فيه زي البيتزا بتاعتي بس حرامر من الاكل خلاص انا هكلها بقى عقابا ليهم عشان ما يشتريوش بيتزة تاني ايه ده يا ماما هو انت كده بترمي البيتزا ولا بتكليها ايه ده انا بس كنت عايز اعرف انتو بتحبوا فيها ايه لكن مش حلوة خالص بتاعتي احسن ده البيتزا كلها خلصت يا ماما كل ده عشان تشوفي طعمها احلى ولا بتاعدنا احلى بقولكم ايه يلا على المطبخ اما كل اخر قطع دي خثارة ارميها وكمان عشان اتأكد بيتزتي احلى ولا دي لا لا ما عجبتنيش خالص دي مش صحية ابدا يلا خلاص اتغدينا اطلعوا بقى ذكروا وبعد ما تذكروا هديكم نص ساعة تذكروا في الكتب اللي انا اشترتها لكم قاضر يا ماما طيب خلاص انا جاية المستشفى حالة لا لا مش هتاخر مع السلام ايه ده طنت صحر مامة معاز وحنين خرجت كويس اما روح اقعد معاهم شوية انا شفت طنت صحر وهي خرجة ايه رأيك تيجي انت وحنين تلعبوا معايا هي مامتك مش هترفض وتقولك لا لا ماما مش هترفض عادي يعني وانا بخلص المذاكرة بتاعتي وهي بتسيبني العب شوية يا بغتك يا مصطفى ماما مش بتوافق بس انا مش هينفي حاجي معاك عشان لو جد فجأة او ما لقيتناش في البيت هتبقى مشكلة اتعال انت روح هاتي التغلد بتاعك وتعالى ماشي انا هنديل زينة عشان نلعب كلنا مع بعض روم بابشي طيب بسرعة يلا ايه اللي انا شايفها ده انتو بتلعبوا معقولي مصطفى زينة انتو جايين عشان تضيعوا وقت ولادي ده بدل ما تذكروا اتفضلوا يلا مش عايز حد فيكم يستنى ثانية واحدة هاصلحنا يا ماما ذكرنا وقلنا المصطفى وزينة يلعبوا معنا شوية ده اسمه تضيع وقت اتفضلوا انتو متعاقبين وهتفضلوا قاعدين في قدتكم لحد بكرة الصبح هقلوا لان احنا عارفين الحكاية كنا ساعلنا منكم بسراحة يا صاحب انتو كده حالتكم صعبة قوي انا هقول لكم الحل يا سلام هتحل لنا مشكلتنا يعني انتو بتقولوا ان عندكم قوضة مقفولة على السطوع ومفيش حد بيدخلها خالص حدوا فيها الكمبيوتر واعملوها قوضة الجيمينج بتاعتكم وبكده طنط مش هتشوفكم بتلعبوا ولا حاجة هتصدق فكرة ده فكرة حلوة قوي انا كمان هساعدكم واجيبوا الكمبيوتر بتاعي انا كمان عشان هلعب معكم وانا كمان هعمل كده هجيب الكمبيوتر بتاعي وانا كمان هجي ألعب معكم واجيب لكم الروتر عشان نشغل نت برحطة يا سلام ده احنا هنتصلى قوي خلاص احنا بكرا عندنا اجازة من المدرسة ماما هتكون في الشغل عدوا علينا بقى عشان نظبط كل حاجة عايزاكم بقى تذكروا لحد ده ما ارجع لو رجعت ولاقيتكم بتلعبوا المرة دي بقى مش هحبسكم في قدتكم هحبسكم في البدروم لا لا خلاص يا مام احنا مش هنعمل كده تاني ايوة يا ماما كفاية انك حبستينا في القوضة لحد تاني يوم الصبح شاطرين برافو عليكم يلا تفضلوا طلعوا ذكروا وانا هروح الشغل احنا هنشيل الكلدين دي كلها نحطها في جنب شوفتوا بقى افطاري اما روح اجيب لكم بقى الروتر عشان تشغلوا نت برحطكم لا ماما زمانها راجعة دلوقتي كفاية كده اما تخرج تاني هنتصل بيكم ايوة بعدين احنا تعبنا عايزين نرتاح شوي ماشي خلاص وبالمرة بقى نحل الواجد بتاع المدرسة عشان نبقى فاضين ومراناش حاجة ولاد انا راجع تعبانا من الشغل هنتغدى واطلع انام شوي مصطفى بقولك ايه يلا تعالى هنلعب لنا ساعتين ايوة ايوة اقول لي زياد ايوة ايوة كمان هنقول لي زينا يلا بقى كفاية كده احنا لعبنا كتير اشكروني بقى على الافكار العظيمة دي فكرة جبارة انا مبسوط او بالمكان ده هو انا كمان هلعب براحتي وباقى مش هتعرف حاجة طب يلا بقى اتفضلوا بدل ما تنجع وتلاقيكم وتبقى مصيبة هتكسر المكان ده كله على دماغنا سلام سلام هجيلكم بقى تاني يلا يا حبيبي استعد الوقت تسعى كل واحد فيكم يدخل على سريره انا هافصل النات ولو في حد فيكم بقى مش عارف ينام ممكن يقرا في كتاب الكاميرا هينام على طول ايه حادثة؟ طيب طيب انا جاي المستشفى حالا حنين معاذ انا هروح المستشفى وممكن ابت هناك خدوا بالكم من نفسكم الحمد لله احسن برضو طيب يا ماما ما تخفيش احنا هنقفل الباب كويس والنام يلا سلام هو في حد بينام الساعة تسعة يلا نتصل بصحابنا عشان نقضي يوم جميل ونلعب ونهايس مع بعض انا هكلم زينك وانا هكلم مصطفى وذياد طيب بما ان طنط بقى هتتأخر في المستشفى و هتبدل الصبح ايه رأيكم نتصل ببقى اصحابنا ونعمل حفلة ونتصل نجيب اكل احلى فكرة دي ولا ايه اصحابي فلاص لحد ان ما يجوا بقى هجيب الانوار اللي عندنا ونعلقها ونخلي المكان حلو عشان يبقى حفلة بجنب ده احنا هنتصور شوية صور جنبه او احنا كان نفسنا نعمل كده من زمان بس ماما كانت منعانا طب يلا بقى شوفوا هناك وليه عشان نطلب الارضة يلا ندخل روم بابشي كلنا مع بعض لحد اما بقى اصحابنا ايه هم الاولاد مش بيردوا ليه اكيد ناموا طبعا اما روح اطمن عليهم بسرعة وارجع ايه ده هو معاز فين غريبة او والكمبيوتر بتاعه مش هنا ولا حنين ايه ده ممكن يكون حد خطفهم ولا ايه حنين معان انت يا اولاد ايه ده ايه ماما انتو بتتحكوا علي قلتلكم اروح المستشفى عندي شغل هارجع لقيكم عاملين حفلة والسطوح وانا مش قلت مش عايز اشوف حد من اصحابكم هنا يلا اتفضلوا كلكم برا وايه الاكل اللي انتو طلبينه ده لا مش ممكن مش ممكن اكون عرفتا ربيكم لا لا انا خلاص زهقت منكم ومش عارفة ربيكم انا هوديكم البلد عند عمي تشتغلوا معين في الارض وتاخدوا بالكم من القيول والبقر اللي هناك من بكر الصبح هعمل لكم اجازة من المدرسة على فكرة يا ماما اللي انت عملتي معانا ده كله كان غلط جدا احنا اطفال من حقنا نلعب ونعمل حاجات كتير زي صحابنا مش كل شوية نذاكر كاميا واحياء ايه يا ماما انتو مش مدي انا اي حرية خالص انتو نسيت ان احنا لسه صغيرين محتاجين نستمرع بحياتنا يعني اتضيع وقتقم في حاجات تفع لا يا ماما مش تفع احنا ممكن نذاكر اه ونجتهد ونحب الدراسة بس برضو ناخد اجازة ونلعب احنا حتى في الاجازة بجمناعينا نلعب بالنسبالك الجيم والنت غلط فغلط مع ان مش كله غلط يا ماما ممكن يبقى شوية ترفيه وشوية مذاكرة ونخرج نتفصلح ونقعد في اي مكان ونطلب اكل من برا ايوة يا ماما انت ما على ان احنا نطلب اكل خالص يا ماما احنا محرومين من كل حاجة حلوة مش بتقادي معانا ومش بتسيبينا نلعب ومش بتخرجينا وعلى فكرة بقى في سر عايزين نقولك عليه احنا اخدنا الدرجات بتاعتنا وكنا نخبيينها منك عشان عارفين ان انت هتزعها قلنا انا هجيبها ورهيلك يا ماما ايه الدرجات دي؟ كل واحد فيكم نزل ثمان درجات شفت بقى يا ماما مع ان زينا ومصطفى جايبين الدرجات النهائية ومامتهم بتسيبهم يلعبوا وبيخرجوا وبيعملوا حاجات كتير اهنا محرومين منها ومش بيذاكروا كاميا واحياء بس يا ماما هم عايشين سنهم وحياتهم ايوه يا ماما يعني مصطفى وزينا يجيبوا الدرجات النهائية وانتو بعد كل اللي انا عملته ده لا انا عايز اقولكم على حاجة السبب في اللي انا فيه دلوقتي بابايا كان دايما بيمنعني من اني ألعب وكون زي صحباتي وكنت محبوسة في البيت بذاكر الكاميا والاحياء والفيزياء والرياضة وفضل يضغط علي لحد ما دخلت كلية الطب وبقيت دكتورة ومع ذلك حتى ان حياتي فيها حاجة غلط مش مبسوطة يا ماما يارد تعيش الحياة شوية نخرج ونتفسح وندحك ونهزر يارد تجربي يا ماما ولو لقيتنا غلط هنعمل كل اللي هتقولي عليه خلاص يا أولاد انتو عندكم حق طيب ممكن يا ماما نبتدي من دلوقت وتطلب لنا برجر بدل الأكل اللي رابطيه برجر اطلعوا ناموا الساعة دلوقت 11 استنوا بس أنا بكرة هعزمكم على الغد هنأكل برا في المكان اللي تختاروه يس شكرا يا ماما شكرا يا ماما تسبحي على خير